مدارة مجمع سوفاك رفع معدل إنتاج مصناعها بغلزان إلى 200 سيارة يومياً مع رفع عدد الأصناف المركبة بذات المنشأة أقول إلى 8 قبل نهاية السنة الجارية وفادت الصحيفة الإلكترونية كل شيء عن الجزائر نقلاً عن مصادرها من داخل مجمع سوفاك كان الأخير يعتزم الشروع في تركيب سيارة تيغوان ووزباغن باسات بمصناعها في غلزان لتضاف إلى 6 أصناف يجري تجميعها في المنشأة الصناعية من علامات فولزباغن وسكودا وسيات ذات المصدر كشف عن زيارة مرتقبة إلى المصنع لمدير المبيعات والتسويق لصانع سيارات سكودا علين فافيب باعتباره عضواً في مجلس إدارة العملاق الألماني في صناعة سيارات وذلك خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 20 سبتمبر الجاري مسؤول العلامة الشيكية من المنتظر أن يدرس سبل تطوير مركب أو مركب مركب دعم السيارات بغلزان نحو تصنيع قطع الغيار ورفع نسبة الإدماج الوطني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر